موسيقى على مختلف انتماءاتها السياسية إن كانوا 8 أدار أو 14 أدار أو إلى آخرين هناك بعض المبادرات العربية اللي عم تصير وهناك بعض المبادرات الفردية على المستوى الداخلي كله عم يفشل وعم يتعرقل أنت كمسؤول سياسي بارز بـ 14 أدار لمن تنسب هذه العراقيل؟ من المسؤول؟ السوريين السيد لابد نحن على الهوى هلأ هوى بلى هوى يا خي نحن ما فرقاني معنا نحن من أولى على الهوى وقلناها ولازلنا نقولها ونحن بتعرف أنه نحن موقفنا واضح وصريح وعلى راس السطح تنقال نحن من أولى ما عنا مشكلة السوريين النظام السوري وليس الشعب السوري خلنا نكون واضحين النظام السوري هو السبب في عرقلة الكمة العربية السيد لابد يعني هالحلول اللي ما عم تتم أنت عم تنسبها للسوريين عم تتهم السوريين طيب كيف تتهم السوريين بدون دلائل؟ ما بدك دليل؟ يا خي شو بدك أدلي أكتر أكتر من اللي عم بصير أكتر من اللي عم بصير كلها الإغتيالات مين وراها؟ مين؟ قلنا نحن من أولى ما معروفة السوريين النظام السوري هذا النظام يجب أن يتوقف عند حده يعني هو سبب بكل المشاكل اللي عم تحدث بالبلد هون بداية مين عم بعرق الرئاسة الجمهورية؟ بدهم يجبوا بد يحطوا رئيس على زوءهم؟ نحن ما بنقبل ولا ممكن نقبل ليش؟ يهتموا بحالهم ويسيبونا بحالنا معلاش يا خي نحن بدنا رئيس مش بد يكون رئيس لبناني نحن لبناني نحن بدنا ننتخب رئيس لبناني ليش هن بدوا ينتخبونا رئيس؟ بس حفواً يعني طبعاً بالتضامن مع الطرف الآخر نعم نعم يا خي يتركون لنا بحالنا هالنظام مش بس مش بس الرئاسة الجمهورية يا خي مين معطل البلد؟ النظام السوري معطلين البلد معطلين الاقتصاد معطلين مصالح العالم مين ورا كل هالشي؟ السوريين جربنا وحاولنا مراراً وطيبعاً يا خي طعونا نتحاور طعونا نعود نتحاور ما بدون حوار هول جماعة ما بدون يتحاوروا ما بدون ما ولا بقية شاكل ما بدون يتحاوروا مازالون هيك هلأ هني لو صار بدون حوار نحن ما بدنا معلاش رح نكونوا أطحين ايه عفوا لحظة بس استاذ لابد هلأ جاء يعني وردني خبر محطوط مكتوب بصحيفة النهار عن طريق مصدر انه في ثلاث قلوية سورية بما يسمى بالحشود على الحدود السورية اللبنانية ثلاث قلوية يعني كل واق تعرف حوالها العشتلاف يعني مجموعهم ثلاثين ألف جندي على الحدود السورية اللبنانية شو بتفسر هالشي اه؟ شو رأيك بهالشي ثلاثين ألف شوف يا طيب نحنا قلناها ورح نضل نقولها انه ما في غير الحوار مع هالجماعة مين قال ما بيتحاوروا مين قال ما بيتحاوروا ما فينا نعمل حوار معهم جماعة هني هني أهل الحوار نتحاور معهم وإذا ما قبلوا منطول بيننا ما فيها مشكلة وإن المشكل ما نحنا بالنهية نحنا جيران وإخوة مزبوط ولا لا صحيح نحنا لازم نتحاور معهم يعني تخيل 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 أنت وخيك متيسين على بعض ما تثبت بدك تحكي معهم فيه حوار فيه أخضوا عطب الدنيا صح؟ صحيح صحيح صحيح